السلام عليكم كيف تومالة بس عليكم صحة لباس نتمنى تكونوا باخر وعلى خير وصحة جيدة ان شاء الله مرحبا بكم معايا في فيديو جديد مع وصفة جديدة اليوم البنات غنشارك معاكم العشاء شنو وجدت العشاء اليوما وقلت نشارك معاكم هاد الوصفة اللي كجي صراحة مزونة بزاف كجي لديدة في نفس الوقت كجي في اوح المنظر اللي هي وزوين كما كتعرفوا العين كتكولقوا بكل شي وتروليدات مك يبغيوش يكلوا الخضرة دخلوهم هيدا مرة مرة وان شاء الله غاياكلوهم نخليكم دبى مع المقادير وطريقة الحضار السبب المقدار اللي غان نحتاجه البنات عندي هنا اللوبيال خضرة اللي صلقته في الماء وعندي البنات كفتان عندي هنا واحد بصلة كبيرة اللي ماحي دم حكيتها في الحكاكت جيها الغلي طعم معا شوية وعندي هنا شوية القصبار معا كنوس عندي جوش كتشارة كبارين ديال الخبسية بس عندي هنا واحد ببيطة ولكن انا عندي بيتة كبيرة اللي فيها جوش ديال الصفر تستعمل الجوش الصغيرين. هناك كوتشارة الكيمون. التحمير الفلفلة الحمراء. شوية اللي بزر مخلط ما بين كحالو بيض. السكين جبير. والملحة. هدو مرعة ريالي غنحتاجو في هد الكفتة هدي. مرعة ريالي استعملت. غنعمل هنا هي شوية ديال زيت السيتون. مما كتشوفو. هيدا واحد جوش كوتشارة كباري نعمرين. سوف نخلط مزيان العطرية ديالي مع الكفتة. يعني ضروري نخلطها مزيان مزيان بش تتشرملي. سوف أنا بعد ما خلطت العطرية عاد غنزيدها من البناس البصلة والقصبور المعقنوس. الثاني غنخلط مزيان مزيان مزيان. هيدا بعد ما دخلت ذاك البصلة والقصبور المعقنوس. غنزيد هاد ببيطة. كما قلت كما انا عدي هنا ببيطة كبيرة ولكن تقدرات وما تستعملوا جوجي لكن عندكم ببيطة صغارين. غنزيد ديال جوش كوتشارة ديال الخبز ليابس. سوف غنخلط كل شي مزيان 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 مع باطيته. زين تنسى جمولي هيدا العناصر مع بعطياته. صافة البنات في حال هيدا كما كتشوفوا الأكلة هي ساهلة وفي الزربة كنوجدها. هنأخذ هيدا مول لكي تكون فرندهنة بالزبدة. اي مول عندكم شي ضروري يكون في هذا الفورما يكون مدوار مهم سموش ونبغيين. وش مشكل بغيين تعدلو. صافة البنات ونبدأ نجيب الكفتة ونعملها هيدا في المول وغادي نلبس هيدا المول كامل بالكفتة. هيدا البنات وبنسبة للكمية كما كنا نقول لكم دائما الكمية كله يعني كل واحد يعمل كمية اللي تكفيه اللي حسبه مش حل بهم في الدار. انا بالنسبة لها الكفتة عندي هنا يا كيلو ولكن ما استعملتش كاملة. يعني شاطط لي. وعد انا عملت شوية طبقة اللي هي غليطة. تقدروا تعملو يعني نفس الشكلة تعملو طبقة رقيقة. مهم كي بقالي لكم الاختيار كما قلتكم الكيمياء اللي حسبت ومش حل بكم. صافة البنات كما كتشوفو على هاد طريقة. اللبسة المول دي كامل بالكفتة. صافة نجيب ديك اللوبية وغادي مبدأ نستفع هيدا على شكل طولي. بالنسبة لبنات اللي عندكم اللوبية طريقة متعدلوها خليوها طويلة وغاديكم ساهلة في الخدمة. انا هادي كانت عندي عندي دي الفريكو. عندي هيدا مقطعة. صافي انا سوف سبديت كنستفيها على شكل هيدا طولي. صافي تعمرت الملخ ضدك واحد جوج بيتات. عمتلو شوية اللي بزار شوية اللي ملحة. وغنخويهم فوق اللوبية. في حال هيدا البنات. صافي غناخد هيدا كارت دي الزبدة وغنقرص عليه الطبقة اللي غنغطي بها هاد المول يعني الطبقة اللي غنعملها من فوقي. غنغطي بها هادك اللوية. صافي بنات انا عملت المول قبل الكفتة باش ناخد لعبار. صافي بركة غنقلب هاد الكفتة فوق ديك المول. مهمة لالفيديو راكي وضح راسو البنات. حال هيدا. صافي قادي ننحيط ديك الحواشيلي زايدين. غنحول نعوض الفورما ديال يعني الكفتة غنعملها قد 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 المول. حال هيدا البنات صافي. كما كتشوفوا بالزرر يعني هذا ما ياخد معنا وقت ما يتشي حاجة. قد نعملها في الفران بنسبة الفران البنات. هنعملها على درجة حرارة ميتين وخمسين يعني الحراجة اللي يكون مجهدة. وغنشعله العفية من تحت ومفوقي. كما كتشوفوا أنا عديك الكفتة الزبدة غطيت بها الكفتة. ما عادش تتحرق. وباش يطيبن البيطة من داخل مزيان. وغنغطي هيدا بلا مينيو. غنشعل العفية من فوقي ومنتح واخدالي البنات ساعة. مني البنات شوية حيتو ديك اللامينيو وخليطه يتحمل. خدالي ساعة الفران. هنجيب غن نوجد معكم شلاء دالي هي خفيفة بالزربة كنوجدوها. غنقشر ما تشاهد القشود ما تشاهد ما غاديش نلوحه. غاديش نسيبه. غنخلي غنمي به ويريدة. باش نزوق في الكفتة ديالي. حال هيدا البنات. غنحاول ديك القشود نخلي هيدا كطويل. تقطع لي. نخليه مهم. نحفظ عليه طويل اللي ساقو. وغادي نعمل بها الوريدة. صافي البنات في حال هيدا. نقشر مطيشة. وصافي وغادي في نفس الوقت ديك مطيشة غنعملها في شلاء دا. كما قلتكم غير فكرة العشوصة في العشوصة اللي هو خفيف وبالزربة كنوجدوه ما كياخدش معانا وقت. حال هيدا البنات هناخد واحد طبصيل. اولا مهم اللي بغيته انا خديت هيدا ديال الخشب. اخديت هنا يا الخاص وغسلته مزيان وانشفته. غنوجد شلاء دا العادية ديال الخيال والخاص ومطيشة. اه صراحة شلاء دا انا ما كتخطاني شي كتعجبني بزيف. مزيونة شلاء دا في الصيف حاولوا تاكلوها وتستعطيوها تنوليدتكم. صافي البنات اخذت هيدا الخيال اللي قطعته دواور. ووحق وفتحت هيدا واحد جيهة. وصافي وبديت كنعمل هيدا الدوارة في الدوارة باش كنعمل واحد شكل مزيون. اه مهم بالنسبة كنعمل التزيين كيبقى كل واحد. وووتزيين لي كيبغي يعدل. يعني التزيين كيبقى اختياري طبيعة الحال وبدكشيني عندك في الدار. اه اعجبني انزواق هيدا الشلاء دا باش كتعطيني الماكلة. كما كتعرفوا العين كتكل قبل كل شي خصصا هيدا الخضورة. كتجمزيونه في اطبق. صافي البناتسوديك ما طيشة اللي قشرتها هي غنزيدا فوق الشلاء ديالي. حال هيدا. قطعتها قمت بتطبيق البعض قمت بتصميم الباب قمت بتصميم البعض قمت بتصميم البعض نضيف الزيت المنفوقي ونضيف الزيت المنفوقي نضيف الزيت المنفوقي نضيف الكفتة تكون حمرت خلق الزيت المنفوقي وحي ثلاث سالمينيو وخليصها تحمرت كما ترونها تحت محمرة من جميع الجهات اخذت القشرة الماطية التي عملتها كوردة وعريشة النعناع وحصلت على هذا الشكل اتمنى تعجبكم نقطع معكم واحد طريف يجي طبق غزال و يشهي اتمنى تعجبكم طريقة و تطبقوها ان شاء الله و تنجح معكم بطبيعة الحال لانها سهلة اتمنى تعجبكم اتمنى تعجبكم اتمنى تعجبكم اتمنى ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة و السلام عليكم و انهاركم برك